بداية صباح الخير كل عام وانت بألف خير يعني عندما تتحدث عن التاريخ تتحدث عن دولة مئة عام نتحدث عن تطورات بالتشريعات تطورات أيضا بالجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية دكتور دفضل نعم يا سيد أولا كل عام أنتم بخير ووطننا الجميل في هذا اليوم التاريخي والمميز بخير وقيادتنا الهاشمية وشعبنا الأردني العظيم ونحن نقف على قمة الهرم وقمة الإنجاز بعد مئة سنة من تأسيس الدول الأردنية وهي كانت مئوية في البناء والعمل والإنجاز ومن الصفر يعني إحنا لما بالواحد بيقرأ تاريخ الأردن بيطلع على أين كنا وأين أصبحنا بيدرك وبحس بكديش حجم الإنجاز وحجم التقدم حجم التطور حجم البناء اللي نشغل في هذا البلد المبارك عشنا فترة طويلة أربعة قرون في العهد العثماني لها وعليها فيها إيجابيات وفيها سلبيات لكن كانت الأردن يعني بلد أو منطقة مهمشة بالنسبة للدولة العثمانية وشحيحة الخدمات والموارد والبناء فيها بعد النهضة العربية اللي فجرها الشريف الحسين بن علي وقيادته للثورة العربية وطموح العرب بأن يكون في دولة عربية موحدة ومستقلة لكن البضع الدولي والحسابات الدولية حالت دون ذلك وهذا مفهوم في السياسة الدولية فكان شرق الأردن بعد ذلك ينتقل بعد الأربعمائة سنهاي إلى الحكمة العربية الأساسها الأمير فيصل في دمشق وكان للأردنيين مساهمة ومشاركة في هذه الدولة وفي المؤتمر السوري العامل وكان مثابة برلمان لبلاد الشام لسوريا الطبيعية لكن أيضا هذه التجربة أجهضة استعماريا وكان استحقاقات وعد بالفور واستحقاقات سايكس بيكو قبل ذلك هي تقضي بأن الفرنسيين سيطروا على سوريا ولبنان وتنهى بميسالون المعركة غير المتكافئة ولكنها معركة مشرفة كانت انتهت تجربة العربية وبناء الدولة العربية في دمشق الآن الأردن أصبح في حالة من الفراغ السياسي في هذه المنطقة وقامت عندنا مجموعة من الحكومات المحلية في الكرك في الصلط في إربد وبعد شوي تفتتت هذه الحكومات اللي ما كان من الطبيعي أن هذا الوضع يستمر يعني بهذه الرقعة المحدودة من الأرض والسكان أن يكون في هذا العدد من الحكومات ما كان هذا الوضع طبيعي وكان عندنا حراك سياسي ووطني وبنم عن وعي عن وعي في القيادات المجتمعية اللي كانت موجودة آنذاك وفاعلة في حياتنا الأردنية لعل ممكن في هذا المناسب نتذكر مؤتمر مهم هو مؤتمر أم قيس اللي عقدوز وعماء شمال الأردن وكان بنم عن وعي متقدم وطرحوا فكرة أنه لابد من توحيد هذه الحكومات المحلية المتناثرة المفتتة فيه كيان سياسي موحد وأنه ممكن يكون أحد أبناء الشريف حسين هو الذي يقود هذا الكيان وكان أيضا عندهم الوعي المبكر على خطورة المشروع الصهيوني وأنه هذا المشروع يستهدف شرق الأردن وكان لو نظرنا اليوم بعد مئة سنة للخيارات ماذا كان مصير هذه الرقعة هذه البلاد الأردنية اليوم نسميها المملكة الأردنية الهاشمية لو لم تتأسس فيها الدولة الأردنية ما هي كانت الخيارات كانت الخيارات صهيونيا أنه يندرج على شرق الأردن ما أندرج على فلسطين وأنه هيربرت ساموئيل اللي كان المندوب السامي كان يطمح إلى فتح شرق الأردن أمام المشروع الصهيوني كاستيطان وكتهجير وهذه البلاد ستكون في خطر حقيقي مجيل أمير عبد الله الملك المؤسس إلى شرق الأردن والتفاف الرجالات الحركة العربية ورجالات الأردن حول هذا المشروع مشروع بناء كيان سياسي في هذه المنطقة هذا المشروع هو ليس مشروع فقط تأسيس دولة هو مشروع إنقاذ وطن وأرض وبلاد وشعب من المجهول وكانت الخيارات صعبة صعبة جدا في تلك المرحلة الصعوبة اللي كانت موجودة بالأصل لما نتحدث عن مئة عام نتحدث عن دور للديمقراطية دور للتشريعات والأخذ بالرأي الآخر منذ تأسيس إمارة شرق الأردن هناك دور كبير للهاشميين في إيجاد الدمقراطية من مجلس الشورى ومجلس النواب نتحدث عن التشريعات وهذا المجلس كان له دور كبير في إرساء الدمقراطية في التشريعات وإرساء الدمقراطية في العديد من الأمور الموجودة في الأردن اليوم نحن نتذكر ما الذي صار في الأردن من إنجازات بجوزه هو المساهمة الشعبية وكان الأمير عبدالله الملك المؤسس مؤمن بضرورة مساهمة المواطنين والناس الأمير عبدالله أصلا كان وزير خارجية في حكومة العجاز وقبل ذلك هو عضو في مجلس المبعوثان العثماني يدرك تماما أهمية المشاركة الشعبية ومشاركة الناس في بناء مصيرهم ومستقبلهم لذلك من البدايات كان في تفكير من الثلاثة وعشرين بإنشاء حياة برلمانية تأسيس لحياة برلمانية لكن طبعا كان نحن تحت الانتداب البريطاني ولبريطانيا كلمة ولبريطانيا برضو رأي في هذا فيما يجري إلى تم تأخير الخطوة رغم المحاولات لإنشاء دستور في الثلاثة وعشرين وفي المحاولات لإنشاء حياة برلمانية أو تشريعية لكن هذا تأجرت الخطوة لما بعد المعاهد الأردني البريطانية 1928 التي وضعت الأردن على الخارطة السياسية للمنطقة بمعنى أن بريطانيا العظمى وغيرها من الدول العالم تعترف اليوم بكيان سياسي موجود في شرق الأردن هذه المعاهدة تضمنت إنشاء المجلس التشريعي وأيضا القانون الأساسي القانون الأساسي الذي صدر في 1928 يعني نص على انتخاب مجلس يمثل الأهالي يمثل المواطنين وهي كانت بدايات نواة لحياة تشريعية في البلاد وطبعا استمرت معنا من 28 يعني أول انتخابات 29 لا ال46 له الخمس مجالس التشريعية اللي يعني وضعت نواة الحياة الديمقراطية والحياة التشريعية والبرلمانية في الأردن نعم يعني بدقيقتين أو أقل يعني حتى من تأسيس الدولة كان هناك دور محوري وأساسي أيضا للعشار الأردنية بالالتفاف على القيادة وأيضا أن يكون لهم أيضا وجود حتى بالحياة التشريعية والحياة السياسية في الإمارة فضل سيدي العشار الأردنية كانت موجودة منذ البداية نعم الزعمات الزعمات المجتمعية نعم موجودة في براحل التأسيس كلها موجودة في قيادة الحركة الوطنية نعم المؤتمر الوطني الأردني الأول اللي كان هو بعبر عن رأي الشارع ونبض الشارع في ملاحظاته على المعاهد معاهد الأردنية البريطانية الثمانية وعشرين ثم الانخراط في الحركة السياسية وتأسيس الأحزاب ثم الانخراط في الحياة التشريعية الالتفاف حول مشروع الدولة مشروع بناء الدولة وهذه الدولة قامت يعني على أساس التعاضد والتكافل والتكامل ما بين القيادة وما بين الشعب وكان ممثلين الشعب موجودين الممثلين الحقيقيين للمجتمع للمجتمع الأردني بتركيبته الحقيقية كانوا موجودين في كل مراحل بناء الدولة ومبناء المؤسسات وهذا اللي ظل مستمر يعني في كل مراحل الحياة السياسية والتشريعية أكيد يعني سعدنا حقيقة دكتور بسام للحديث عن التاريخ وأيضا التاريخ يعني يطول الحديث فيه وأيضا باستمرار يعني تاريخ معتق تاريخ نستطيع الحديث به عن مئوية الدولة وعن تأسيس أيضا هذه الدولة كل شكر لك مرة العفو يا سيدي كل عامتهم بخير وان شاء الله يا ربي من مئوية إلى مئويات إن شاء الله لبلدنا الأردن الحبيب شكرا جزيلا